مهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من القناة الإخبارية في الجزائر أيضا أجوى مغشات لغائمة جسئيا على أغلب المناطق الشمالية مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بالمرتفعات الداخلية نستهد نشاتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي توضح لنا صفاء واستقرار يعم مع معظم المناطق الشمالية سحب هابرة على مرتفعات الهجار والتسليحات بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري نصل بكم مشاهدنا إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم الجمعة بداية بحركة الرياح نرتقي بإذن الله بريح من ضعيفة لمعتدل نسبيا على كل المناطق الشمالية والجنوبية لن تتعدى سرعتها ربعين كيلومتر في الساعة أما عن الوضعية الجوبية المرتقبة لصبيحة الجمعة نتوقع بإذن الله تشكل ضباب خفيف والسحب سفلة على السواحل الوطنية الأجوار ستكون مشمسة إلى قليلة السحب على المرتفعات الداخلية حتى بالهضاب العليا والأوراس بالنسبة للمناطق الجنوبية الأجوار ستكون مغشات إلى غائمة على أقصى الصحراء والجنوب الغربي لكن يبقى التقسم الشمس إلى قليلة السحب نوعا ما على باقي المناطق الجنوبية مع تطير الرمال على الصحراء الوسطى درجات الحرارة المرتقبة لصبيحة الجمعة تسل بإذن الله إلى حوالي 30 درجة على منطقة عين سالة 22 درجة على إليزي وجنات 27 درجة على ورق لاحسن مسعود غرداية 29 درجة على أدرار 28 درجة بتين دوف 27 درجة بعين قزام 20 درجة بالجزائر العاصمة 21 درجة التي سيوزو عن ناب 17 درجة 20 درجة على البيض عامة مشرية حتى تلمسان 22 درجة على وهر المستغانم واتنس أمعنى الوضعية الجوبية المرتقبة لظاهرة الجمعة نتوقع بإذن الله أجواء مغشات على كل المناطق السحرية تشكل خلايا رعدية منعزلة على المرتفعات الداخلية حتى بالهضاب العليا والأوراس بالجنوب الأجوار ستكون غائمة ورعدية على أقصى الصحراء والجنوب الغربي لكن يبقى التقص دائما مش ميسي لقليل الصحب نوعا على باقي المناطق الجنوبية مع تطير بعض الرمال بالصحراء الوسطى درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الجمعات تصل بإذن الله إلى حوالي 43 درجة على عين صلاح 41 درجة على تين دوف 44 درجة بأدرار 42 درجة على عين قزام 40 درجة على إليزي وجنات 31 درجة بالجزائر العاصمة 34 درجة على منطقة تيزي 29 درجة على وهران مستغان المتنس حتى تلمسان 33 درجة على البيض نعام ومشرية 30 درجة بعنبا و33 درجة على قلمة أما عن حالة البحر اليوم الجمعة البحر بإذن الله سيكون قليل الإطراب على كل السواحل الغربية مع رياح رح تكون شرقية لشامدية شرقية تتربح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى البحر رح يكون قليل الإطراب بلا مطارب مع رياح شرقية لشامدية شرقية لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية البحر رح يكون جميل مع رياح شامدية إلى شامدية شرقية تتربح سرعتها ما بين 10 حتى 20 كم في الساعة قبل نختم نشرة الجوية نتجه بكم الديوم لولاية تلمسان فإن التقص بها يومي الجمعة والسبت سيكون تقص مستقر ومشمس إلى قليلات الصحب نوعا ما في انتظار أجواء مستقرة ومشمسة على العموم بدءا من الأحد القادم مع درجات حرارة الدنيا تتراوح ما بين 18 و 19 درجة خلال الصباحة وما بين 31 و 32 درجة خلال الظاهرة ريح فيها ستسايلة 30 كم في الساعة أما نسبة الرطبة تكون مرتفعة نوعا ما حوالي 80% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغرب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص اليوم الجمعة والله أعلم شكرا لكم على كرام المتابعة في أمن الله